بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوة تجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإهتاء أهلا ومرحبا للشيخ صالح في هذا الإقام على الإخوة والأخوة حياكم الله وبركاته فيكم في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فاسروا لنا هذه الآية والسورة وما مناسبة هذه السورة حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة المباركة فيها علامة فيها بيان علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله للرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين وانتصار هذا الدين على سائر الأديان وظهوره على الدين كله كما وعد الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان فإذا جاءت هذه العلامة وحدثت فذلك دليل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله لدينه ولرسوله وجاء الفتح وهو فتح مكة المشرفة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم جاءت وفود العرب كلها تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبس صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح العظيم إلا مدة يسيرة وتوصاه الله عز وجل ولهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى بعدما أظهر الله دينه وبعدما تكونت حوله جيوش الإسلام من المهاجرين والأنصار وجاءت وفود العرب من كل ناحية تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ثلاث علامات نصر الله والفتح نصر الله لدينه وفتح مكة ومجيء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا من كل قبيلة ومن كل جهة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع هذا الدين فسبح بحمد ربك هذا فيه أن الله أمر رسوله أن يختم حياته بالتشريح سبح أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل نقص نعيب سبح بحمد ربك واستغفره واستغفره هذا فيه أن السفار يكون ختاما للأعمار وختاما للمجالس وختاما للصلوات الخمس الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال توابا كثير التوبة على عباده المذنبين إذا تابوا إليه فإنه يقبل توبتهم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أسبح لحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فلما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة والاستغفار عملا بأمر الله سبحانه وتعالى والله الموفق سبحانه بسم الله خير الشيخ نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة قال الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ راجيا أن تكون الأسئلة أيضا واضحة ومختصرة وأيضا تكون في محيطنا الشرعي تليفون البرنامج هذا السائل يقول فضيلة الشيخ صالح الشباب بحاجة إلى توجيه العلماء وإرشادهم ونصحهم فما هي الكلمة التي يوجهها سمقة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لهم في هذا المنبر نعم نوجه شبابنا أصفقهم الله بكل خير أن يقبلوا على طلب العلم النافع على عيد العلماء وفي المدارس والمعاهد والكليات ليتزودوا من هذا العلم لأنهم سيقومون بعد آبائهم يقومون بالمسؤولية نحو دينهم ونحو أمتهم فعليهم أن يتسلحوا بالعلم إذا جاء نصر الله والفتس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل إلى الرفيط الأعلى وبقيت المسؤولية علينا نحن علينا نحن المسلمين وشباب المسلمين المسؤولية انتقلت علينا نحو هذا الدين ونحو هذه الأمة لا فيما ونحن في زمان تكالب الأعداء على دين الإسلام وعلى بلاد الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والدين لا ينتصر بنفسه وإنما ينتصر بحملته من المؤمنين الذين يقومون به ويعملون به ويبلغونه للناس ويجاهدون في سبيله فالمسؤولية الآن انتقلت إلى شباب المسلمين فعليهم أن يتهيأوا لذلك يستعدوا ولا يمكنهم ذلك إلا بالتسلح بالعلم النافع الذي يواجهون به الشبهات وينقضونها وينصرون دين الله بالحجة وكما ينصرونه بالسلاح فالمسؤولية علينا معها عظيمة وشباب المسلمين هم العدة بعد الله سبحانه وتعالى أن يتهيأوا لهذا الأمر وأن يقوموا به خير قيام قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل فعليهم أن يستعدوا لذلك بطلب العلم النافع وبمعرفة العقيدة الصحيحة وبالاستعداد التام لأن الله حملهم هذه المسؤولية والواجب علينا جميعا عظيم ولكن إذا يسر الله سهل كل شيء ولكن الله لا يسر إلا إذا عملنا الأسباب لتيسير الله سبحانه وتعالى بأن نتعلم أمور ديننا وأن نتعلم كيف نرد على شبهات المغرضين الذين يطعنون في هذا الدين ليلا ونهارا ولا يدافع عن هذا الدين إلا أهله وشبابه بالخصوص ومن نصر هذا الدين نصره الله تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فالينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نعد أنفسنا وأن نقابل الأعداء نقابلهم بالعلم ورد الشبهات نقابلهم بالسلاح إذا استدعى الأمر ذلك فهذا الدين لا ينتصر بنفسه وإنما ينتصر بالله ثم بأهله وشباب المسلمين هم العدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هم العدة لحمل هذه المهمة وأداء هذه الأمانة فإن الدين أمانة في أعناقنا جميعا يطلب منا أن ننصره وأن نفهمه وأن نقوم به وأن نرد عنه كيد الكائدين أثي ما في هذا الزمان الذي لا يخفاكم كيد الكفار نحو هذا الدين وأهله يحتاجون إلى من يقابلهم وإلى من يدافعهم وإلى من يرد كيدهم في نحورهم وإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوطا فلا بد لهذا الحق أن يقوم به أهله ويوضحوه للناس ويدعو إليه ويرد الشبهات الملقات في طريقه هذه مهمة علماء المسلمين والشباب المسلمين وهي مهمة عظيمة وثمرتها أعظم والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم من الأسئلة التي وردتنا يقول السائل الشيخ ما حكم التنطع والتشدد في الدين التنطع التنطع والتشدد في الدين محرم قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون والمتنطعون هم المتشددون فالدين لا يقبل الشدة ولا يقبل التساهل فلابد من التوسط في ذلك وأن لا ننام عن ديننا ونتواكل في شأنه ونلقي بالمسؤولية على غيرنا بل علينا أن نتعاون وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر وعلينا أن نعرف قدر هذا الدين وقيمة هذا الدين وعلينا أن نعرف ما يكيده ويحوقه المشركون والكفار وأعداء المسلمين لنتأهب لرد ذلك ولا نرده إلا بالعلم النافع والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه مهمة الجميع ويامهمة عظيمة والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب ومع العسر يسرى فهذه مواعيد من الله لمن نصر دينه أن يفرج همه وأن ينصره على أعدائه وأن يسر له بعد العسر والشدة والفرج قريب والنصر قادم بإذن الله ولكن النصر لا يكون إلا معا القيام بجاهدة الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومعواهم جهنم وبئص المصير فلابد من الجهاد بالحجة واللسان وبالسيف والسنان ولا بد من تحمل المسؤولية بكاملها كما تحملها من قبلنا من السلف الصالح نصرهم الله على أعدائهم وأظهر دينه على أيديهم نعم معنا اتصال أبو أحمد صد لابو أحمد سلام عليكم وعليكم السلام أنا بالشيخ صالح مبدكم الله بالصحة والعافية وأفضلكم لما فيه الخير سؤالك يا أخي آمين بالنسبة لل في بعض الإخوان يقعدوا مجموعة يتكلموا بشخص طلق حرمته وهذا يقول كده وهذا يقول كلهم يطلب لو أنا سوي كده لو أنا سوي كده قد يقع في كلام يقول عن زوجته فهذا يعني حكمه كتير الناس يسمحوا كده يتكلموا في الطلاق قد يوصل لكلام يتكلم عن أن يطلب حرمته كده وكده يتناقشه فهذا ما أدري ما حكمه لو وقع في وقت أتكلم أنا لو كان طلبت المدام لو كان كده لو كان كده شكرا سؤال الثاني نعم نحظة نحظة خلوا يجاوب الشيخ تفضل يا أخي الطلاق خطره عظيم وكم من من طلق زوجته وندم على ذلك ندامة شديدة يا أخي فيه الصوت فيه ارتداد إذن نكتفي أخي بسؤالك لأنك فيها بيننا وبين الجوال تردد شكرا يا أخي المتصل نعم تكمن الشخص على وذل الطلاق أمره خطير فلا يتكلم به إنسان ولا يكون على لسانه ويبتعد عن التلفظ به وإذا حصل منه طلاق ووقع منه طلاق فلا يجد التدخل في أمره بل يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية وإلى دار الإفتاء ولا أحد يتدخل في أمر الطلاق ويفتي فيه لأن هذا أمر خطير ولا ألفت ولها مراجع وليس من حق كل أحد أن يفتي ويتدخل ويشوش على الناس نعم طيب معنا متصل آخر ناخذ المتصل الثاني تفضل طيب فضيلة الشيخ حديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري نعم يثبت كما جاء أن العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالعزة هذه للمؤمنين القائمين بدين الله عز وجل وهي بعد العزة التي لله سبحانه وتعالى والعزة هي القوة والغلبة هذه لله سبحانه وتعالى فالعزة قال الله قال الله جل وعلا في الحديث القدس العزة 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 ردائي والكبرياء ردائي والعظمة إزاري العظمة إزاري والكبرياء ردائي كبرياء وردائي يعني لله سبحانه وتعالى آتاني صفتان لله الكبرياء والرداء نثبتهما لله عز وجل ولا نتدخل في تفسيرهما ولا نشبهها ب رداء المخلوق وكبرياء المخلوق لأن لله صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به ولا تشابه بينهما إلا من جهة اشتراكهما في اللفظ ما مدى صحة مقولة بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا نعم هو كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو خاتم النبيين ورسالته عامة للجن والإنس والثقلين بخباء أما الأنبياء من قبله فكل رسول ونبي فرسالته خاصة بقومه نعم تفضل يا عوض معنا على الخط سلام عليكم عليكم السلام عطنا الأسئلة يا عوض يا أخي عندي ثلاث أسئلة الأول السؤال الأول من أمل المفورون لأسد عذاب لم يملك يام طيب والسؤال الثاني الثاني هل يجوز الواحد يجمع في المطر في البيت يعني إذا جاء أمطار وبرد طيب والسؤال الثالث الثالث لأ الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون من هم المؤمنون عنهم أموات من محياة طيب شكرا لك جمع المطر يا شيخ أثناء الثيول الغزيرة في البيت ما رأيكم فيه لا يجمع في البيت وإنما يجمع في المسجد مع المصلين إذا جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل المطر الذي يبل السياب ويحول بينهم وبين المسجد والوحل الذي في طريقهم إلى المسجد وهو الماء والطين فإذا جمع إمام المسجد فإنهم يجمعون معه بين المغرب والعشاء وأما في البيت فلا يجمع إذا كان لا يقدر على الذهاب إلى المسجد فلي في بيته ولكن لا يجمع إلا المريض فإنه يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك وكان ذلك أرفق به نعم أحسن الله إليكم في سؤال له سألي شيخ عن الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون ما المقصود بهذه الآية المقصود أن الله يخبر أنه قد أفلح المؤمنون وقد للتحقيق في هذا الموضع وأفلح المؤمنون أفلحوا أي حصلوا على الفلاح حصلوا على الفلاح وهو الخير والنصر وكل ما فيه مطلوب شرعي للمسلمين نعم أحسن الله إليكم صديلة الشيخ بالنسبة للذي يريد الحج والعمرة وهو شاب ولم يتزوج بأيهما يبدأ مع أنه لم يحج ولم يعتمر إذا كان عنده مال يتسع للحج وللزواج فإنه يحج أما إذا كان عنده مال لا يكفي إلا لأحدهما فإن كان يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الزواج وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج نعم هل الموت يوم الجمعة يشير مزي وهو من علامات حسن الخاتمة وهل ورد شيء في ذلك لا أعلم شيئا من ذلك يوم الجمعة يوم شريف يوم فاضل والمسلم يرجى له الخير في أي يوم مات في أي يوم مات ليس المدار على أنه يموت في وقت كذا أو في مكان كذا وإنما المدار على العمل والصلاح نعم أبو علي معنا على الخط فضل أبو علي سلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام كيف حالك يا شيخ فالح خير والحمد لله يا شيخ فالح أنا بأس أمت بالسألة المشكل أنا في قريف في جازة وفي عندنا مصد صغير الله قدرني يعني وبنيت وخذا أنا لا أجرفت ولا شيء لا أجريت ولا شيء ولا وعدني في المسجد الصغير هذا وصلنا وجداني فيه يعني وكذا فحينا يجبروني أصلي بهم وأنا ما أحترف الصلاة يعني فبغيت أصلك ما أتوي يعني فيه شباب الله يعدي هم ما يجون لمساخرين فوق الصلاة وكذا وفيه شباب زي وكذا فأقول لهم اللي يعرف عني اللي يعرف يعني في الجراء هو اللي تتقدم يصلي يعني واب شكرا أيوة فأنا يعني على حال أصلي في المسجد الثاني أو شيء يعني أنا أعلم أن أصلي بهم لا أقرأ ولا أكتب وما أعلم ما أصول أنا يعني شكرا نعم مش السؤال السؤال يقول بأنه بنى في قرية صغيرة في جازان يقول مساحته صغيرة هذا المسجد وبعض المرات يقول أتقدم وأصلي بهم مع أن إذا أقرأ ولا أكتب نعم المسجد إذا بناه يقدمه على وزارة الشؤون الإسلامية نعم الشؤون المساجد وهم ينظرون في موضوعه ويعينون له إماما كسائر المساجد ويفرفون عليه نعم أحسن الله إليكم رضيلة الشيخ من هو المكلف الحج عن الوالدين في حال عجز الوالدين عن الذهاب إلى مكة لا يكلف أحد أن يحج عن أحد ولكن الوالد إذا قدر على الحج بنفسه يجب عليه الحج وإذا قدر بماله ولم يقدر ببدنه كأن كان مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام نعم ما حكم التصدق عن الميت وهل ينتفع الميت بمن تصدق عنه نعم الصدق عن الميت مطلوبة وفيها خير وتنفع الميت بإذن الله إذا تقبلها الله فهي من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت إذا عملت له وتقبلها الله سبحانه وتعالى فإنها تنفع الميت من كان كثير نعم من كان كثير الأشفار الشيخ بين المدن فهل له القصر وهل يصلي الرواتب إذا كان سفر سفره يبلغ مسافة القصر وهي 80 كيلو تقريبا فإنه يجمع ويقصر الصلاة إذا كان إذا جد به السيل تخفيفا عنه وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نعم معنا إذعار صدر السلام عليكم ورحمة الله برشاة وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك صدرة الشيخ عشاك طيب الشيخ عنده سؤالين الله يطول عضوك عطاعة الله الأول السؤال الأول فيه ناس يقول اللهم صلي والسلم على سيد المحمد وأنا أقول هذا ما ورد والسؤال الثاني أهل البنك اللي يقتربون اللي هم قرض الرواسم هل هي حلال ولا حرام إنما نشوفها يقول هذا نعز المسنع ومصدقين على المشايخ وأنا ما أدري عنهم طيب شكرا يا أدعاف نعم سؤال الأول أول يقول عندما بعض الناس يقولون اللهم صلي على سيدنا محمد كلمة سيدنا نعم هذا كلمة سيدنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لكن لا تقال في التشاهد في الصلاة ولا تقال في الصلاة لأنها لم ترد أن تقال في الصلاة لا في التشاهد الأول ولا في التشاهد الأخير نعم الاقتراض من البنوك فضيلة الشيخ يقول يريد أن أأخذ مثلا مال فأذهب إلى هذا البنك فيقرضني لا يجوز القرض من البنوك لأن البنوك لا تقرض إلا بفائدة وهذا رباء قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو رباء والبنوك لا تقرض إلا بالفائدة فقروضها ربوية نعم هذا السائل يقول بسخما حكم حجز المصلي مكانا له في المسجد لا يجوز اختصاص مكان في المسجد بل المسجد مشترك بين المصليين وهو لمن سبق لا يجوز اختصاص واحتجاز مكان إلا لمن كان جالسا في المسجد وخرج لعذر كالوضوء أو لقضاء حاجة ثم يرجع فوى حق بمكانه إذا وضع فيه ما يحفظه له من عصا أو نعلين نعم شخص صالح كبار السن عادة يكونون معروف مكانهم وفضيلة الشيخ فيجب حرج مثلا إذا جاء شخص آخر وجلس في مكانه معروف مكانهم إذا كانوا يلازمون التقدم للمسجد وصادف أن خرجوا لحاجة يسيرة ويرجعون فهما حق لكن إذا يضعون في مكانهم علامة على أنهم سيرجعون إلى هذا المكان أما من يحتجز المكان ويذهب للنوم أو للبيع والشراء أو لقضاء حوائده فليس له حق في ذلك ولا يحتجز مكان في المسجد بل إلى جاء فإنه يكون حيث تيسر له من الأمكنة في المسجد نعم لو أتمن الإنسان طبيعة الشيخ وهو على غير القبلة في البر وفي الصحراء لا بأس بذلك الأذان لا يشترط في استقبال القبلة وإنما هذا مستحب لأسيما أنك تقول أنه أخطأ القبلة فلا حرج عليه وأذانه صحيح إن شاء الله نعم وما حكم الاعتمام بالمسبوق المسبوق لا يتم به لأنه مأموم والمأموم لا يتحول إماما إلا بإذن الإمام أو عذر الإمام هنا نأخذ أبو البرا معنا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام مساكم الله خير حياك الله لا يا شيخ ناش اسمها أنا الحين جايس أطلب العلم جايس أطلب العلم فعندي برنامج محدد أمشي عليه يوميا فأنا بعض الأحيان يعني تعرف المسلم يعني تجي بعض الأيام زيادة في الإيمان ونقص في الإيمان فكيف الآن أثبت البرنامج يعني مع زيادة والنقص أنا مع تقلبات تعرف فأنا أيام تجي السواغل وهذا فكيف الوسائل تثبتني على طلب العلم يا أخي لا تطلب العلم على نفسك أو على قراءة في الكتب أو طلب العلم على المتعالمين الذين ليسوا بعلماء طلب العلم لا يكون إلا على أهل العلم إما أن يكون في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية وإما أن يكون على أيدي العلماء في مجالسهم في المساجد ونحوها فإنك تطلب العلم على هذه الصفة أما أن تطلب العلم على نفسك وعلى الكتب أو تطلب العلم على المتعالمين الذين ليسوا من أهل العلم فهذا لا يجوز وليس هذا هو طلب العلم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول دخل المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة الجمعة فجلس ثم قام بين الخطبتين وصلى ركعتين فما حكم هذا الفعل هذا خلاف السنة المشروع أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين ويخففهما ثم يجلس يستمع الخطبة دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلان صليت ركعتين قال لا قال قوم فصلي نعم بالنسبة لخروج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها ما حكمه إذا خرجت في النهار نعم مطلقة طلاقا رجعيا نعم لا بأس أن تخرج الكلام على المتوسط عنها أما المطلقة في الحياة فلا بأس أن تخرج وهي معتدة ولكن عليها أن تتستر التستر الكامل وتتجنب مخالطة الرجال وإنما تقضي حوائدها وتقوم بعملها وتعتزل عن مجالس الرجال نعم فضيلة الشيخ الشخص الذي أخذ عمره ولم يأخذ من شعره جاهلا أو ناسيا هذه العمره أول عمره في حياته العمره ما تمت لا بد أن يأخذ من شعره لا بد أن يعيد ملابس الإحرام عليه ثم يقصر أو يحلق ثم تمت عمرته إذا طاف وسع وحلق أو قصر فقد تمت عمرته ولا تتم إلا بهذه الأمور الثلاثة نعم فضل يا إبراهيم معنا على الخط رحيم وعليك سلام مرحيم بسؤال الشيخ فضل عواد سبوع لراح كمرت صافت ست مرات والأخيرة شكتت فيها موجود حد العيال قال لحنا مكملين سدق لحنا مخبين بالأخيرة ما كمنا وطلعوا عن مكة يعني امتأكدين انهم ما كملوا سبعة شواط لا واد تقول أنا بفت ست مرات ولكن الخيرة شكيت بها وحد الأبناء قال لا مكملين يعني شكوا بلخيرة إذا شكوا وهم ما كملوا الطواف يجب عليهم تكميله أما إذا كان الشك ما حصل إلا بعد الفراغ من الطواف فإنه لا يؤثر هنا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة للضابط في استخدام الجلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم الضابط هو الدباغ بشيء طاهر فإذا دبغ الجلد بمادة طاهرة وذهبت عنه الرطوبات فإنه يجوز استعماله إذا كان من حيوان إذا كان من حيوان تعمل فيه التذكية مأكول اللحم نعم من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار فهل يصليها جهرية أم شرية صليها شرية وإن جهر بها ولم يؤثر على أحد فلا بأس بذلك نعم ما الحكم يا شيخ في من أدركته الصلاة وكان مسافرا ولم يكن قد خرج من بنيان منطقته هذا لم يسافر لم يشرع في السفر ما دام داخل البنيان فإنهم حكم حكم المقيم فإذا خرج من البنيان صار مسافرا ما تبدأ أحكام السفر إلا بخروجه من عامل البلد نعم حديث يا شيخ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء نعم حديث صحيح وفيه فضل الوضوء وأن مكان الوضوء يكون نورا يوم القيامة نعم الشائل أبو عبد الله يقول شيخ ما الواجب نحو من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها إذا تعمد ذلك أو تساهل فإنها لا تقبل منه أما إذا كان محافظا على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين لكن عرض له نوم أو نسيان فإنه يقضيها إذا استيقظ أو ذكرها وأما أن يتعمد ذلك فإنه لا تصح صلاته نعم ما حكم شيخ مسابقة الإمام في الصلاة سواء في الركوع أو السجود وهل تبطل الصلاة نعم إذا سابق الإمام وأتى بالركوع قبله أو السجود قبله ولم يعد ويأتي به بعده فإن صلاته لا تصح لأن الإمام إنما جعل ليأتم به فلا يسابقه بل يأتي بالأفعال بعد إمامه إذا سجد فاسجد إذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد ولا يجوز أن يركع قبله أو يسجد قبله نعم شكر الله لكم فيها في الشيء خضارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك نسى الله أن يرفع درجاتكم وأن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ كما أشكر زملاء الفنيين والمخرجين في هذا اللقاء يتجدد اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته